السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في نونة هند ميد يارب تكونوا بخير إن شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد من فيديوهات الخرز وخصوصا لبواء الخرز لو عندك بواء خرز أي نوع وأي شكل وأي مقاس تقدر تنفيذي المشروع ده معا أتمنى لو بنشوف القناة لأول مرة نشترك ونفعل مفتاح الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله الفيديو النهاردة أنا هستفيد من الخرز الأولاي اللي بيكون متبقى عندنا دايما من الألوان المتعددة سواء مقاس 8 مقاس 10 مقاس 6 خرز مدور خرز مضلع أيا كان النوع اللي عندك يعني أنا عملت المشروع بمقاسين مقاس 8 ومقاس 10 دي فازة صغيرة يعني ممكن تبقى تحفى أو أنتيك كده تتحط في أي ركنة عندك في الشقة في أي مكان على ترابيزة وعلى ركنة على أي مكان لو كذا قطع كده بألوان متعددة بيدو شكل كويس اللي بمقاس 8 دي بالضبط 30 جرام دي بالشكل ده مقاس 8 مدور 30 جرام ودي مقاس 10 المدور 56 جرام دي مقاس 10 بس المدور أما مقاس 10 برضو بس السوداسي عبارة عن 52 جرام دي 52 جرام ودي 56 ودي 30 اللي مقاس 8 تلاتين أصغر خلينا نشوف مع بعض إحنا نعملها إزاي وهنحتاج لإيه أنا هعملها بمقاس 8 خرز مقاس 8 مدور وأحتاج للخيط مقاس 60 وهحتاج للمقاس هناخد كده جزء من الخيط يعني ممكن نقول لو أنت عايزة تشتغليها مرة واحدة ما تقصش خط كذا مرة نقول مثلا حوالي 3 متر ونص بكتير قوي مش هتكمل مش هتعدي المقاس ده نبتدي مع بعض أنا هاخد ست خرزات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة دول كده ست خرزات تمام هجيبهم كده في نص الخيط ولو الخيط بيت لغبط منك ممكن تاخد جزء صغير ولما يخلص توصلي الخيط جديد بخيط جديد بالمكان اللي انت وقفتي عنده وفيه فيديو على القناة من فصل بشرح فيه إزاي نوصل الخيط هنرجع في آخر خرزة اللي هي رقم ستة ونسحب من جواها الخيط اللي هو الطرف التاني ونعمل العقدة وندخل العقدة جوه الخرزة اللي احنا وقفين عندها بالشكل ده دي كده غرزة سدسية تمام انا هاخد الخيط هو مفروض ان هما بيكونوا قد بعض حتى لو طلع طرف طويل بابتدي اشتغل على الطرف الطويل هاخد خمس خرزات بالشكل ده دول خمس خرزات وهبتدي ادخلهم في الطرف اللي ناحية ايدي اليمين اتنين تلاتة اربعة خمس دول خمس خرزات خمس واحدة او الاخيرة بالنسبالي هرجع فيها واعمل حلقة ومن جوه الحلقة دي اسحب الطرف التاني من الخيط واعمل عقدة وادخل العقدة في الخرزة اللي انا وقفت عندها اللي هي دي تمام يبقى انا كده عملت غرزة سدسية او بنقول عليها سدسية على واحد الطرف اللي التحتها همرره في الخرزة اللي جنبها اللي عليها الدور بس المرة دي هضيف اربع خرزات بس ليه بضيف اربع خرزات لان انا عايزة اكملهم ستة وانا معي خرزتين واحد اتنين بقى انا المرة دي هضيف اربع خرزات في الطرف اللي الفودة كل مرة بضيف اربع خرزات معادة اخر مرة هضيف تلات خرزات بس عشان يعملوا لي سدسية على واحد بعد ما خلصت الشكل او القاعدة اللي بالشكل السداسي دي طبعا اشتغلناه كتير قبل كده هلاقي عندي خرستين كده جنب بعض وتحتيهم خرزة هشتغل عليهم وهضيف على الخرستين دول اربعة علشان اعمل سداسي على اتنين بقى السطر ده اول غرزة هبتدي بها دلوقتي هتكون سداسي على اتنين الخرستين اللي جنبيهم اللي تحتيهم خرزة هشتغل عليهم سداسي على اتنين حطيت عليهم كم خرزة حط خماسي على اتنين انا اسب خماسي على اتنين هحط تلات خرزات هرجع في تالت واحدة خماسي على اتنين هرجع في تالت واحدة واسحب من داخل الحلقة بتاعتي الطرف التاني من الخيل بالشكل ده تمام؟ همر بالخيط اللي تحت دوت في الخرزة اللي في الجنب اللي هي في السطر اللي تحت هيبقى عندي دلوقتي دي خرزة وتحتيها فراغ خرزة واحدة بس تحتيها فراغ يبقى انا المرادي هشتغل على خرزة واحدة مش خرزتين وبرضو هيكون خماسي على واحد خماسي على واحد يعني انا محتاجة المرادي برضو تلات خرزات يبقى اول مرة كان خماسي على اتنين المرادي هيكون خماسي على واحد هضف له برضو تلات خرزات علشان اكمل الخماسي على واحد ارجع فيها كده واعمل العقدة وادخلها جوه الخرزة تمام؟ الغرزة اللي عليها الدور هتكون خرزتين وتحتيهم خرزة هدخل فيهم هما الاتنين مع بعض هيكون خماسي على اتنين وهضيف المرة دي خرستين لان انا معي تلاتة واحد اتنين تلاتة يبقى انا هضيف خرستين اتنين بس علشان اعمل خماسي على اتنين واللي بعديها خماسي على واحد واللي بعديها خماسي على اتنين خماسي على واحد لنهاية الدور كل مرة بعمل خماسي على اتنين خماسي على واحد خلصت سطر خماسي على اتنين زي ان نعيد مع بعض تاني انا بدأت بست خرزات وبعد كده عملت سطر سداسي على واحد سداسي على واحد وبعد كده خماسي على اتنين وخماسي على واحد وخماسي على اتنين وخماسي على واحد وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفينه دي الجزء اللي تحت هلاقي عندي القوس اللي احنا شايفينه ده تلت خرزات كده مع بعض واحد اتنين تلاتة كل تلت خرزات هتلقوا معملي انحناء كده زي بعض مع بعض تلت خرزات التلت خرزات دول هشتغلهم كده مع بعض التلاتة هحط عليهم كان في اول مرة هحط اربع خرزات علشان انا عايزاهم سباعي على تلاتة بادة واحد اتنين تلاتة اربع اربع خرزات وارجع في رابع واحدة واسحب الطرف التاني من الخيط هيعمل لي غرزة سباعي على تلاتة سباعي على تلاتة تمام هاخد الطرف اللي تحت وهمر فيه همر به في التلات خرزات واحد اتنين تلاتة يبقى كده تلات خرزات دخلت فيهم بالشكل ده ومعي طبعا خرزة في الجنب يبقى ده واحد اتنين تلاتة اربعة دلوقتي هضيف تلات خرزات علشان اكملهم سبع خرزات واحد اتنين يبقى انا اول مرة اضيفت اربع علشان نعمل سباعي على تلاتة وتاني مرة بضيف الله ثلاثة كل مرة بعد كده هضيف تلاتة في السطر ده علشان اعمل غرزة سباعي على تلاتة معها ده اخر مرة بضيف غراز ثانية اتنها علشان أكمل السباعي على تلاتة وكون دي شكلها اكملها لنهاية السطر وارجع لكم. بعد ما خلصت السطر اللي كان سباعي على ثلاثة وصلت للنتيجة بالشكل ده. هبتدي اشتغل على كل خرستين مع بعض. خرستين دول جنب بعض وتحتيهم خرزة. وجنبيهم برضو كل خرستين جنب بعض كده وتحتيهم خرزة بالشكل ده. دول اللي انا هشتغل عليهم. اول خرستين هيقابلوني دلوقتي. هضيف عليهم ثلاث خرزات علشان اعمل خماسي على اتنين. خماسي على اتنين هيقفل لي طبعا الشكل زي ما احنا متعودين. اهو. دول ثلاث خرزات. تالت واحدة هرجع فيها. واسحب الطرف التاني من داخل الحلقة. واعمل العقدة بالشكل ده. يبقى ده خماسي على اتنين. هاخد الخيط اللي التحت. وهدخلو في الخرستين اللي جنب بعض. بالشكل ده. تمام? ادي واحد. اتنين. هيبقى معي دلوقتي الخرستين اللي تحتيهم واحدة وفي واحدة في الجنب يبقوا تلاتة. يبقى انا المفروض هضيف المرة دي خرستين اتنين مش تلاتة. اول مرة انا ضفت تلات خرست عشان اعمل خماسي على اتنين. تاني مرة هضيف خرستين واحد. اتنين. وهرجع في تاني واحدة اللي هي الاخيرة بالنسبالي. واسحب الطرف التاني من داخل الحلقة. واعمل العقدة. هيديني خماسي على اتنين. وبرطو اشتغلنا كتير مع بعض. تمام? همر في كل الخرستين اللي جنب بعض وتحتيهم واحدة. واضيف خرستين. اخر غرزة بس. لما وصل للنهاية هضيف خرزة واحدة بس. عشان اعمل خماسي على اتنين. اخر سطر وصلنا له مع بعض الوقت كان خماسي على اتنين. وداني النتيجة دي. هبتدي دلوقتي اعمل سطر رباعي على واحد. يعني هشتغل على خرزة واحدة بس. هضيف تلات خرزات اول مرة. رباعي على واحد. يبقى دي واحد. اتنين. تلاتة. وتالت خرزة دي هرجع فيها. واسحب الطرف التاني من الخيط. واعمل العقدة بتاعتي. وادخلها جوه الخرزة. بالشكل ده. رباعي على واحد. هاخد الطرف اللي التحت. اللي انا بدخله في الخرز. وهدخله في الخرزة اللي عليها الدور. طبعا احنا عندنا على الفوق كده. اللي زهرين على الوش فوق عندنا دول ست خرزات. هنشتغل عليهم كلهم. في الست خرزات. هضيف المرة دي خرزتين. واحد. اتنين. هرجع في تاني واحدة. واعمل الحلقة. واسحب من داخل الحلقة دي الطرف التاني من الخيط. واعمل عقدة. وادخلها جوه الخرزة اللي انا بشتغل عليها. علشان يكون شغلي جامد. تمام? كل مرة همر في الخرز دوت كله لغاية ما اوصل للاخر. واضيف خرزتين. اخر غرزة باضيف خرزة واحدة بس. لان طبعا زي ما احنا عارفين بيكون عندي خرزة شمال وخرزة على اليمين وخرزة في النص. يبقى انا محتاجة في اخر غرزة خرزة واحدة بس. بعد ما خلصت السطر اللي كان رباعي على واحد. بدأت بثلاث خرزات وبعدين اتنين اتنين لغاية اخر واحدة عملتها بخرزة واحدة بس. السطر دوت كان رباعي على واحد. اخر سطر معانا هيكون سطر سداسي على واحد. سداسي على واحد. انا معي خرزة. يعني محتاجة اضيف عليهم خمس. عليها خمس خرزات. وياحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس خرزات. معنا خمس خرزات. اهو. تمام? هنرجع في رقم خمسة اللي هي الاخيرة اللي احنا حطناها اخر واحدة. ونعمل الحلقة ومن داخل الحلقة دي نسحب الطرف التاني من الخيط. ونعمل العقدة. بالشكل ده. كده سداسي على واحد. سداسي على واحد. زي ما بدأنا طبعا تحت. في الاول القاعدة بالسداسي على واحد. هنعمل برضو ننهي بالسداسي على واحد. همرر الطرف اللي التحت في الخرزة اللي في الجن. كده. وهبتدي اضيف كل مرة اربع خرزات. واحد اتنين محتاجة اربع خرزات. معده اخر مرة تلاتة خرزات بس. نهيت اخر سطر اللي كان سداسي على واحد زي ما احنا شايفين. وكده قفلت البازة بتاعتي الصغيرة الكيو دي. زي ما قلتلكم المقاس تمانية ده وتلاتين جرام. هسيب لكم الاوزان الاوزان كلها في صندوق الوصف. بالنسبة للمقاسات الكبيرة والصغيرة. ده تلاتين جرام اللي هو انا اشتغلته قدامكم دلوقتي. بشكركم جدا للمتابعة. اتمنى تقولولي رأيكم فيه التعليقات. وتحطوا لايك للفيديو لو عجبكم. ما تنسونيش من صالح دعاكم. بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.